هو ده بقى اللي حشيل الليلة دي كلها هنشوف يا زي دانبي لا ده هو الدبور ودماغه هتعجب كوي ولما تكره بيه صح مش هتعرفه تشتغلي من غيره بعد كده طب هو اسمه إيه اللي انت جايبه ده صاحبك اللي انت هتعرفني عليه النهارده معاي يعني سيولة تحل المشكلة بتاعتي زيزو لو اقتنع بالموضوع حيجيب لك سيولة زي ما انت عايزة انت طبعا عارفة تقنعي بوس يا زي دانبي أنا ليه يا ناصرة وابص علي لو عجبني بسيب موضوع الاقناع دي علي مسار خير أهلان يا عبدالعزيز بيه هشي هكا دي كلها والله يا باشا خايف اقولك كنت ناهم بيه اللي حسن تزعل قدملك روان هانبه وان صغير وان صغير ايه بتفتكر ايه اهه، لما اخذب اش اصلي أشابة بقلبي لأفلام في دماغي صلت له اسضلها عاملة كده زي النجمات الامريكان جاية من مصر كده سياحة وفنادق هاهاهاهاهاه I like your way مين؟ عجبتني طريقتك الله يصلح حالك عبدالعزيز بيه رجل عمال شاي جداً وبيفهم في كل حاجة والحاجات اللي مالوش فيها بيلقوتها كمان كده تلميزك يا باشا وأفضل طول عمر تلميز صغير في الأكاديمية بتاعتك هو إيه المصلحة بقى؟ مش بقى انت مالك فيه إيه داخل اكتف مونت مفيش نوع نتعرف على بعد شوية نتكلم ندردش بص بقى الهانم عندها ليك مشروع طحفة خارقة سياحية تحت الانشهاد اه وطبعاً فيه مشكلة في السيولة ما نفاهم بقى بقى لو مفيش مشكلة هتشارك واحد زي ليه ده الهانم لو شاورد كده بيصبعها البهوات البلد كلهم يتمنوا إلا إذا كانت دوري بيه بقى مرشحني ومزكيني جامد شابوبا يعجبني زكائك هو فعلاً زيدان بيه مرشحك موت وبيقول فيك بصراحة قصاية شاع بس أنا عندي تحفز واحد بس عشان تشتغل معي بصي بقى زيزو هيشيل عنك كل التحفز ده اموري انا بصراحة موقفي حساس ويهميني في شغلي السرية الدم انت عارف الجرائد ما بتسيبش حد في حلو خاضص اليومين دون ده بيخلاف على قاتل بعض الناس المهمة عشان كده بيتحتم علي السرية الدم والسؤال دلوقتي هتقدر على ده؟ ساعتك ولك إني سمعت حاجة هـهـه هـه هـه بس أنا كمان لمواغزة يعني ليه تحفز زجانة نقدي كده يعني ياتيم ايهة؟ نفتح الموضوع ده لان مرجع من السفر انا هغيب قد يومين كده بأمر الله او ماي جاد على فكرة انا بحب السفر موت وكل اصحابي بيقولون ان انا مسلية جدا في السفر وفرصة نتعرف على بعض انت كمان بتعمل البزنس بتاعك وانا اعمل شوكبينج يا خسارة ماليش حظ سفر معاك اصلا انا يعني لمواغزة مسافر السعيد وعازة بقى ونسوان بتصوت ونظام انتي ملكش فيه بس يومين كده ولما ارجع بأمر الله بقى تحت الأمر والدوري بقى قدر يجبني بتليفون صغير قد كده وكذا النهاردة اذا يجب ان تذهب لكي لا تستطيع الوقت لا اما انا ماينفاعش اصلاها مسئولية طيب اتواكر انا عالله بديننا كلام مع بعض بعدين بقى ها ماشا باشا سلامي تصبعه على خير مع السلام ايه فيه ايه اللي حصل وقح very very attentive ماعجبنيش بالمرة بصيباء اوان بلا احبه بلا اكرهه الراجل ده معسولة وحيحب بيشاركك قوي بس انتي براح عليه اه وقت حريص كده وبيفهم كويس اوي كمان يعني انتي بتدفع انا عشان حبت الحيوان ده وغلطت معاه حبيته حاجة وغلطت حاجة تانية اه الحب ده حق لأي واحدة في الدنيا متجوزة بقى متطلقة لو سنقل يا حق تحب بالوقت ده يبقى انتي كمان لك يا حق واي واحدة في الدنيا انت بتحبيني يا عاصم؟ انا بقى اللي لازم اسألك السؤال ده لبنى بتحبيني؟ اقدرت نسيك حياتك قبل ما نتجوز؟ اقدرت اعمل قلبك؟ انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ السلام عليكم حق انا اه انا مبدر الحق عايزة جيلة اتكلم معاك بس كنت مستنكي عني تروب اولا انا سمع احنا قبل اي حاجة هني عايزين ننصى الماضي عشان العبدالله جايلة ورسول الله نيتي خير قبل اي حاجة تليك امان عندي والخزنة مليانة عشان لو عايز تضربني من دار اعملها لو كان الوصاص يصلح للكسر وقالش عد غلي بيابني وانا جاي اقولك ننصى الماضي ونرجع حبايب بقى زي زمان معالي ما انا طالب منك يعني انا مواغز يعني تحط الباترينة بتاعت المحمول بتاعتي عندك ويا ريب بقى ما ترفضش المراضي صدق انا كنت فاهم انك جاي عشان تطلب ايدي البنت دي وتنقذ سمعتها اللي دمرتها هي يا ابوها اتريك جاية تشف فيها تاني عايز تشوف ضحيتك قدامك وصل اتلقيت فيها بحاجه والله العظيم انا مكسوف منك يعني انا النهاردة لو طلبت ايدي بنتك فحموتها كده اكيد هترفض ويعني انت مش تايه اخوها بيكرهني قد ايه وبتعامل معايا ازاي وبعدين انا انا هيخص عليه ايه لو روحت عند المأزون كتبت ورقتين واخد بالك وبعد كده روحت مطلقة هنكسى بيه ايه مش اطلع بره بره تبقى لسه زعلان مني ومعجبكش الكلام ايه مش اطلع بره اطلع بره قبل ما خلص عليك ما انت لسه ايل ضرب النار مبيحلهاش انت لسه عايز مني لي 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 عم انت تبقى انت اللي كنت اعطى الرعاطية يا عم احنا مش عايسين نشوف وشكنا في المحل ربنا ايه هندك عبلا ينفع كدا معايا ايوه ينفع مش عايسين نشوف وشك وعمل حد لا يقرب بلدك عم عاطيه اوصلني مش اقدم اهدأ انت يا حج ربنا اهدك سلامة حج ربنا اهدك يا زيزو ازايك عاصم بيه انتع معايا عظم انتع معايا عظم انتعودت هنا ياري ايه اللي جارك انا ياه انا اسمي عبدالعزيز عارف انا لو شفتك هنا تاني هعمل فيك ايه اعمل لك عشان تحترمني اعمل لك عشان تعملني على اني بني ادم زي زيك وانت بني ادم ياه ده انت برص انت عارف انت لو خروف استغسر فيك الروح تصري ضربتها لك قبل كده ودفعت ديتها يبايع دمك مش وانا مش هرد عليك وعشان تعرف ان انا بنقصول فضل اقرى الورق دي عشان بس تفهم انك لسه في ايد انت واهلك موسيقى 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 شانا بي فوقتها يامني خد الموسيقى ريدة لا لا تقدرش يا صنصر التراب لكن انت حطيتنا يا بيضا على عرض الخالدي داسحينا بالجذب حتبوتها يا بي اعبوتها فييدا اللي حاولي يا ناقص يا رب عالية يا رب عالية يا رب عالية او عم تبترد نيش ايب عالية عني انت ملكش ترب علي هو انت بيسي شوف تغلب دي انا اخدردك وتفينك ايه اه ايب عالية ارحب يا بي ارحب محاولي بقى ايب عالية بتشضر علي اليل ما تروح تشطر على امرأتك انا حبيته ما عزبتش زي ما هي حبيته ما قدرش تنسى لغاية دلوقتي ولولاي ما قالتش جوزتك ولا هو كان بشي ورايا شو بتعمل في ايه؟ اشتركوا في القناة